وفريق الحسنية يحاول ويسير نحو الحسن في فوج جد مهم فوج جد مهم لفريق حسنية قدير من خلال هذه المحاولة وتعود الآن مرة أخرى أخذ ورد أخذ ورد إذا المحاولة الآن لفريق البناني يسدد وريد أبو نقى إذا الرد أبو نقى على إبعاد على لحظات الأخيرة أربع دقائق كواكس بدل دعا إذا نأخذ ورد بين الطرفين يونس الحواسي وضربة خطأه دربة خطأ في توقيت جد مهم بالنسبة لفريق المغرب التتواني هذه ستكون من أهم دربات الأخطاء ستكون أهم دربة خطأ خلال المباراة سهير نعيم سهير نعيم يرفع القرى عالية ويونس الحواسي هل تذهب لي؟ الروكنيو لم تخرج وبتالي دائما بسعين وتمع السيد الفريق حسنية قدير بطبيعة الحال يسير نحو ربح الوقت والدقائق لحد الآن إذن المباراة ما زالت حمسي بطبيعة الحال الحسنية تريد الانتحاق بالودادة البيدوية في الصدر أنسى نتبع يونس الحواسي يسدد والحواسلي الحواسلي يتدخل من خلال هذه المحاولة الأخيرة وبتالي فريق الحسنية يعود الحد الآن ويسير نحو تحقيق هذا الفوز الذي يمكن أقول بأنه فوز جد مهم وسيكون هو الفوز السابع لأن دفاع فريق الحسنية قاتل من أجل بقاءة النتيجة فريق المغرب التطواني أبدأ ردة فعل قوية لكن باغته الكشني من خلال تمرير ممتزه جمهورتد قاده أوب إلا والكشني كان في الموعد وسجل الهدف وغالط الحارس هناك وكذلك الدفاع وخلال هذه اللحظات يوني الحكام الكشني مدى المباراة بتفوق مسحق وصعب لفريق الحسنية خلال هذه المباراة لكن فريق المغرب التطواني خرج مرفوع الرأس خلال هذه المباراة بعد أن قدم مباراة كبيرة حاول العودة في النتيجة لكن المهم هو أنه الفريق المغرب التطواني قدم جرأة كبيرة وشخصية كبيرة في العودة وسجل هدفه لكن لم يكن كافي أمام السبسال فريق الحسن هنيئا للحسنية بالفوز وهنيئا للمغرب التطواني بهذا العرض وبالتالي كنقول الحسنية حصلت على ثلاث نقاط ولكن كذلك فريق المغرب التطواني أبدأ شخصية كبيرة في العودة في النتيجة وبالتالي أعتقد لخوفة على فريق المغرب التطواني هذا الموصر نظرا لما يقدم من عروض وكذلك دون أن ننسى فريق الحسن يقدم نفسك حدث أندي التي ستبقى وتصارع من أجر مقاطي الصدر ونتبه لحد سعيد في مناقصات كان السعاد أنا يا فريق مشاهد الكرة مشكوركم عن حسن المتابعة